الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد يقول الحق سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عندما يفكر الإنسان في الحج إلى بيت الله الحرام ماذا عليه أن يفعل أول شيء أن يتوب توبة صادقة وسانيها أن يرد المظالم إلى أهلها وأصحابها وسالسها أن يتزود بالحلال فقد كان هناك أناس يذهبون إلى البيت الحرام ولا يتزودون فإذا ما قصدوا مكة وجاءوا إلى مكة سألوا الناس وربنا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإذا فكر في الحج فعليه أن يختار الرفيق الصالح هذا أمر في غاية الأهمية وعلى الحاج أن يودع أهله وأحبابه وأن يرد الحقوق إلى أصحابها وأن يكتب وصيته فإنه لا يدري هل سيعود مرة ثانية أم لا وبعد كل هذا عليه أن يراجع فقه الحج وأن يراجع مناسك الحج فالحج هذا ركن من أركان الدين كما جاء في الحديث بني الإسلام على خمس ومنها الحج إلى بيت الله الحرام وإذا كان الحج إلى بيت الله الحرام من أركان الدين الإسلامي فإن الحج له أركان أركان الحج تقوم على أربعة أمور الإحرام والطواف حول البيت الحرام وهو طواف الإفاضة ونحدد هو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بجبل عرفة هذا هو ملخص أعمال الحج أنه يقوم على هذه الأركان الأربعة الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والإحرام أن تلبس ملابس الإحرام فإن كان الحاج سيذهب إلى جدة أو جدة كما يقولون فله أن يحرم من الميقات إذا جاوزه أو كان قريبا منه في الطائرة أو أن يحرم من جدة وإن كان الحاج الذي سيذهب من مصر سيذهب إلى المدينة فإنه يحرم من آبار علي على الحاج أن يفهم هذه الأمور لكنه قبل أن يذكر صيغة التلبية التي بها يبتدئ الإحرام عليه أن يتهيأ بسياب الإحرام وأن يغتسل وأن يصلي ركعتين هذا هو الإحرام وأن يبتعد عن الزينة وعن لبس المخيط والقمصان والبناطيل وأن يبتعد عن قص الشعر والأظافر عليه أن يفهم هذه الأمور والطواف سلاسة أنواع الطواف المطلوب من الحج هو طواف الإفاضة فقط فهناك طواف مستحب وهو طواف القدوم وهناك طواف واجب وهو طواف الوداع وهناك طواف الركن لا بد منه وهو طواف الإفاضة والوقوف بعرفة يكون بإدراك جزء من الليل يعني لو وقف بالنهار عليه أن يدرك ولولحظة من وقت غروب الشمس من بداية دخول الليل على الحاج أن يفهم كل هذه الأمور وأن يعلم أن الحج عرفة أي الحج هو الوقوف بعرفة وعرفة هذا موقف عرفة ليس جبلاً وإنما عرفة موقف وجبل الرحمة هذا هو جزء من موقف عرفة ولا توجد فلسفة في هذا الوجود كهذه الفلسفة التي تكون في موسم الحج وهي التناغم بين المرئي واللا مرئي فعندما يقوم الحاج برجم إبليس هو لا يراه أصلاً ولكنه رمز لانتصار الحق على الباطل رمز لانتصار الدين على الدنيا رمز للانتصار على الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى على الحاج أن يتشبع بعظمة رب البيت الحرام وأن يتشبع بالأخلاق وأن يتشبع بالزهد فإذا ما عاد من موسم الحج عاد زاهداً في الدنيا بعيداً عن أطماعها وبعيداً عن شهواتها اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام ووفق الحجاج لما تحبه وترضاه واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلادي العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته